عادت مصفات بيجي للعمل في فرحة ترافقها غصة وغضب بعد سنوات من توقف أكبر مصفات في العراق سرقت في وضح النهار فككت ونقلت قطعها على يد من وصفوهم آنذاك بمحرريها واليوم جمعت تفاصيل الحكاية منقوصة فلسارق جرت محاكمته ولا أعلن من هو واكتفى الحاضرون بالتصفقها هنا لرواية جمع قطع المصفات النفطية وكأنها أحجية المهم تركيبها وأنني كرجل أعمال قمت باسترجاع مواد المصفى بالكامل التي قمت بشراءها من أعمالي الخاصة وقمت بالاحتفاظ عليها منذ فترة سبعة سنوات وتم التواصل مع السيد رئيس اللجنة والسيد دولة رئيس الوزراء المحترم واليوم أقدم هذه المواد كهدية مني هذه الهدية تبدو قيمة لرئيس الحكومة محمد السوداني الذي اعتبر هذه الانطلاق إنجازا كبيرا تأخر قليلا لكنه أنجز في النهاية واجهتنا عاصفة من التشكيك الفعلا أن هذه المواد جاءت ووصلت وهل هي حقيقية أو مهمة للمصفى وبين تصريح هنا وتبرير هناك استمر الأبطال في مهمتهم في إنجاز هذا التحدي هذه الأسئلة التي طرحت في أيار 2023 هي ذات الأسئلة التي أثيرت عقب السيطرة على المصفى في كانون الأول عام 2015 كانت حينها عشرون بالمائة فقط من أجزائها مفقودة بحسب نواب في البرلمان وفقيدت خمسة وثمانون بالمائة منها مباشرة بعد اقتحام الميليشيات لها سمتها لاحقا قيادات بتيار الحكمة بالاسم وهي العصائب قامت بتفكيكها وبيعها ما رفع حدة الصراع حينها لأشده على المصفى لتشغيلها واستغلال أموالها يتفضل الآن السيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة السيد وزير النفط الأستاذ حيان عبدالغني السواد بتقديم وسام التميز للسيد رئيس مجلس الوزراء الأستاذ محمد الشياع السوداني لدوره الكبير في عادة أعمار مصفى الشمال يقف العراقيون مرة أخرى حائرين أمام هذا المشهد عاجزين وهم يعرفون الرواية الحقيقية التي يجري ويجري تزيفها لتسجل لاحقا الإنجازات بأسماء شخصيات صعدت للواجهة بفضل أحزاب وميليشيات تتهم بالمسؤولية عن الفساد والخراب الحاصل في العراق وإن عادت عجلة مصفاة الشمال للعمل فإن التساؤل لا يزال قائما حول توقيت بدء ساعة الإصلاح ومحاسبة المسؤولين عن الفساد الذين تذهب حكومة وتأتي أختها ويظلون ممسكين بالسلطة ترجمة نانسي قنقر